دائما تكذبون هل كانت ثورة الحادي عشر من فبراير ثورة شعبية أم فعلا تخريبيا أوصل البلد إلى ما آلت إليه يغفل الناس ما كان ويتناسون التفاصيل الأولى لما جرى وفي ذلك لكل منهم مطمع وغاية بين من يعمد إلى تشويه أصل الحكاية لتحريف نهايتها ومن يستغل حالة التيه ليقطف مرتما في طريقه من ثمارها وبين من اعتاد اللوم حين العج عن توجيه سهامه صوب الفاعل الحقيقي لخوف أو طمع في رضاه ما كان الخروج على نظام صالح سياقا أعمى لطفان هز المنطقة فتداعت له الشعوب استجابة لترف الهتاف والهرولة في الشوارع لا من قهر طمر سنينها وجثم على صدرها لعقود ثم تلام لتعبيرها عما اختلج فيها من غبن لا ما اشتعل في صدور الخصوم من غل وأحقاد تبقى الثورة فعلا بشريا خالصة يشوبها ما يشوب كل نظال وطني بد منظومة تجدرت في الدولة والمجتمع لعشرات السنين ثم تداعت لتنقلب بالقوة والانتقام وقد جاوز لحظة الثورة إلى كينونة الجمهورية كان طريق فبراير سالكا نحو تطلعات اليمنيين وحلم الشباب بسلمية نضالهم في بلد ينبت فيه السلاح وكاد أن يصل إلى مبتغاه لولا عبث المنظومة السياسية وضعف بصيرتها وتآمر المحيط المتوجس خيفة من الثورة والجمهورية غير أن ذلك كله لا ينقص من مشروعيتها في شيء يعيش اليمن اليوم ارتدادات تآمر أركان الثورة المضادة في وقت يراد فيه أن تحمل فبراير وزر ما اقترفوه غير أن الحقيقة واحدة فعلت ثورة فبراير ما ينبغيه وأضاعت المنظومة السياسية ما يجب أن يكون وصنع المتآمرون عليها ما كان وما جرى بعد 13 عاما من الثورة تتداعى الأسئلة المسطحة للأحداث ماذا لو لم تكن الثورة غير أنها أسئلة تمثل عكاسا لأخرى أقرب إلى الواقع والحقيقة ماذا لو لم ينتقم منها خصومها وقد منحوا سك الأمان ماذا لو لم يتآمر عليها العرب ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر